اهلا بكم مجددا زارة بشار الاسد سلطنة عمان في زيارة عملا هي الاولى له منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 في حين اشارت مصادر الى ان زيارة جاءت لعادة تعويم نظام الاسد ورفع العزلة العربية عنه قيل دوما مصائب قوم عند قوم فوائد فاذا ما وصفنا الاحداث المتعاقبة على السوريين بالمصائب فمن المستفيد من حدوثها قد تدل تلك الضحكات والحركات الاستعراضية المكررة منذ سنوات على المستفيد الاكبر من كل ما جرى ويجري للسوريين اذ فتحت كارثة الزلزال المدمر الباب امامه لاعادة التواصل مجددا مع المحيط العربي والعالمي وهي فرصة لن يتوانى عن استغلالها للخروج من عزلة استمرت لاكثر من عشر سنوات اهم من ان اصف التعاطف اؤكد على ان الشعور العربي باقي لم يمضي الوقت طويلا على حدوث الزلزال في سوريا حتى بدأ بشار الاسد اول خطوات استثماره فاتجه الى سلطنة عمان وبقي فيها لبضع ساعات والتقى السلطان هيثم بن طارق في اجتماع وصف بانه زيارة عمل ومن هذا المنطلق يبدو ان الاسد يسير بخط متصاعد مختارا للصديقة عمان في بدايته لا سيما ان العلاقات لم تنقطع معها كغيرها من دول الخليج العربي لم يتفاجأ السوريون كثيرا من استقبال بشار الاسد في عمان فقد سبقه اتصالات من رؤساء دول جرت للمرة الاولى منذ اندلاع الثورة السورية وزيارة لوزيري خارجية الاردن والامارات في خطوة منهم يراها معظم السوريين انها جاءت لاعادة تعويم نظام الاسد ورفع العزلة العربية عنه فهل تنجح تلك المساعي ام انها ستصطدم برفض امريكي صرحت به واشنطن اخيرا ودول عربية ما اتزال في الضفة الرافضة للتطبيع مع الاسد حول هذا الموضوع رحب مجددا بالبحث في مركز جسور للدراسات فراس فحام سيد فحام مرحبا بك مجددا ما هي الرسالة التي سلمها الاسد امس من خلال زيارته الى سلطنة عمان مساء الخير تحياتي لكم مجددا يعني دائما او بالعدد ما تلعب سلطنة عمان دورا في الوساطات بين الدول الخليج وايران وايضا الولايات المتحدة الامريكية وايران وحتى هناك نوع من الرسائل المتبادلة التي تنقلها احيانا سلطنة عمان بين اسرائيل والجهات الاقليمية الاخرى بتقديري ان اللاعبين الاقليميين وخاصة دول الخليج واسرائيل وبطبيعة الحال تركية يحاولون ايجاد حلول للمعضلات الامنية في الملف السوري ويحاولون توسيع دورهم وهوامشهم في الملف السوري نتيجة انشغال روسيا والولايات المتحدة الامريكية بملف اوكرانيا وتحوله لاولوية وبناء عليه قد يكون من المحتمل ان السلطنة عمان نقلت بعض الرسائل الاسرائيلية الى النظام السوري او الى ايران بطبيعة الحال النظام وايران لمحاولة منع ارتفاع مستوى التصعيد بعد الغارات الاسرائيلية الواسعة مؤخرا على مواقع في ريف دمشق في محاولة لعدم اتجاه الامور لتصعيد كبير مثلا بين اسرائيل وايران على الاراضي السورية خاصة وان حكومة نتنياهو اعلنت بشكل واضح انها تضع قضية تحجيل هل يتوقف الموضوع عند هذا الحد مع علاقة التطبيع كذلك هناك من يقول ومن يربط بين هذه الزيارة بين زيارة وزير خارجية الاردن ايمن الصفضي وقبلها وزير خارجية الامارات والتصيح الاخير لوزير خارجية السعودي فيصل بن فرحان عندما قال ان الوضع الراهي في سوريا يجب ان لا يستمر هناك من يتحدث بانه في الخفاء ما يجري هو مبادرة عربية قد تكون سلطنة عمان تلعب دور الوسيط او المقنع هنا نعم طبعا انا كنت سأتي على هذا الموضوع نحن نتحدث عن الملفات الاقليمية عموما يعني المسألة باعتقاده هي اوسع مسألة عربية هي مسألة اقليمية حزمة واحدة نعم حزمة واحدة وهي هناك تداعيات امنية في الملف السوري يحاول الفاعلون الاقليميون عموما معالجتها منها ازمة اللاجئين اعادة اللاجئين ومنها التهديدات الامنية منها تهريب المخدرات منها انتشار الميليشيات الايرانية ومنها احتمالية التصعيد بين المحور بعض الدول الخارجية واسرائيل من جهة وايران من جهة اخرى ايضا بالعودة الى تصريحات وزير الخارجية السعودي باعتقاده انه ايضا مرتبط في مسألة العلاقة مع ايران او النفوذ الاقليمي في سوريا من الواضح ان السعودية عموما تتجه الى خفض التصعيد مع ايران نحن نتابع في الملف اليمني هناك مباحثات مع الحوثيين هناك اتجاه لاعادة احياء المفاوضات بين ايران والسعودية والطرفين رحبان بذلك قد يكون هناك الان محاولة لتخفيض هذا التصعيد في المنطقة ومحاولة علاج هذه المعضلات الامنية الدوافع مختلفة لجميع هذه الدول لكن هناك نوع من التنسيق بالحدود الدنيا بين هذه الدول الجميع يعني دوافع الاردن ودوافع السعودية هناك مشتركات بطبيعة الحال لكن ايضا هناك دوافع منفردة هل لدى نظام دوافع هل يستغل النظام او هل هناك مساعي لدى نظام لاستغلال الكارثة الانسانية المتعلقة بالزلزال ومحاولة رفع العزلة العربية عنه دعني اقول لك ان الجميع يستغل ذلك بما فيها الدول التي ترفع شعار اعادة العلاقة مع النظام من اجل الكارثة الانسانية يعني الكارثة السورية مستمرة من عشر سنوات وهناك نحن نتحدث عن ملايين اللاجئين عن ملايين المشردين هذه كانت اكبر واضخم من ازمة الزلزال لكن الان هناك متغيرات واضحة في بعض المواقف او بعض الدول تحاول العمل على مقاربة جديدة يكون للنظام السوري دور في هذه المقاربة ليس من اجل النظام فقط وانما من اجل العلاقة الاقليمية عموما يعني نحن نعلم ان الملف السوري هو وهل شروط ذلك قابلة للتحقق يعني دون الغوص في تفاصيل هذه الشروط باختصار هل هي قابلة للتحقق ما ان كان لدى دول الخريج مطالب ما ان كان لدى النظام السوري مطالب هل كل تلك المطالب ما انجمعناها قابلة لان تتحقق وان يكتبئ ل هذا المسار يعني دعنا نقول طبعا من الصعب أي حديث عن إنهاء النفوذ الإيراني في سوريا هذا ضرب من الخيال نظام بشار الأسد غير قادر على هذا بالمطلق ولا حتى روسيا قادر على ذلك ولا راغبة بذلك بالمقابل الدول الآن تكتفي بأن لا يكون هناك فوضى أكثر من ذلك يعني تريد أن تلملم قدر الإمكان التهديدات الأمنية من خلال العلاقة مع النظام مسئلة وقف موجات النجوء ووقف تهريب المخدرات هناك لربما خشية من بعض الدول الإقليمية من انهيار كامل لدى المؤسسات التابعة للنظام وبالتالي تكريس الحالة الميليشيوية وحالة الفوضى وبالتالي يعودون إلى مقاربة قديمة وهي العمل مع الأنظمة أفضل من الفوضى وبالمناسبة هذه المقاربة أيضا تضمنها الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكرر بشكل مستمر بأنها تخشى من تكرار نموذج العراق في سوريا بمعنى انهيار المؤسسات لصالح الحالة الميليشيوية هذا طبعا كلام مؤسف أن يكون هناك إصرار من الدول على استجرار تجارب سابقة لكن بطبيعة الحال هذا هو المشهد الدول تسعى خلف مصالحها الأمنية والسياسية وتجرب وهي منفتحة وبراغماتية لتجرب مختل الخيارات عند المواقف الأخلاقية والمعينة تماما هذا يعني هذا دائما اعتبارات الإنسانية في الملفات السياسية هي مخفضة الأمنية شكرا جزيلا لك البحث في مركز جسولي الدراسات في راس فحام كنتم معنا في أستوديو شكرا لك وأشكركم أيضا مشاهدين على حصن المتابعة للمزيد زوروا مقارنة الكتروني سيريا دو تي في إلى اللقاء